نهب وبسط على أراضي الدولة في عدن ليس على مرء ومسمع من قيادات الدولة بل مسلسل من تنفيذهم وإخراجهم هذا ما كشفه نائب مدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي في ندوة خاصة نفذتها الحركة المدنية الديمقراطية في عدن بحضور مسؤولين وناشطين مدنيين في المحافظة لا يوجد مواطن قلبان بسيط بسط على أرض إلا بصفة 1% ممكن 99% كل ما تسببين هي أجهزة الدولة الجديد في هذا النهب المنظم هو أنه يتم من قبل رجال الدولة ومسؤولين أمنيين وعسكريين مستغلين حالة الفوضى والاستلاب التي تمر بها العاصمة المؤقتة وحالة التيه واللا مبالاة التي تعيشها الحكومة هناك رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المدينة من الإنقلابيين بعد أن كان أبناء عدن ينتظرون تفعيل مؤسسات الدولة وحضور دولة النظام والقانون لكن ما حدث ويحدث ليس كما تمنى الناس يوما ما حيث تم تفريخ أجهزة الأمن والجيش في العاصمة المؤقتة وحضر الحاكم الإماراتي كصاحب القول الفصل في هذه المدينة التي يحصل فيها ما يحصل من مظاهر لا دولة هذا الوضع الهش ترك عدن فريسة لكل نهش في جسد هذه المدينة المتحضرة البناء العشوائي البسط على الأراضي نهب أراضي الدولة من معسكرات ومقار حكومية وحقول آبار وأوقاف وكل ما أثار شهية العصابات والمسلحين الأمن الذي يفترض أنه المسؤول على هذه الجرائم هي عجز عن إيقاف مسلسل العبث هذا إن لم يكن متواطئاً معه في إخراجه وكأنها ليست عدن مدينة النظام والقانون أصبحت تنهشها مطامع الطامعين القادمين من بعيد بإشراف أبوظبي ووكلائهم في العاصمة المؤقتة وفي ظل صمت الرئيس هادي ورئيس وزرائه المقيم في عدن والذي لا يبدو أن هذه القضايا تخصهم كممثلين شرعيين للشعب